السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الأيام وفي هذا العام من عام 1443 للهجرة هناك ضج في العالم بخصوص اكتشاف علاج يسمى دوستار لماب لمرضى السرطان الدواء المعجزة والذي أعاد تغيير قواعد هذا المرض الخطير يقوم هذا الدواء بتعرية الخلايا السرطانية مما يسمح لجهاز المناعة بالتعرف عليها وتدميرها وما يجعله هذا الدواء مما يجعله الحل السحري والمعجزة لعلاج السرطان المشكلة أن تكلفت هذا الدواء ما يقارب 11 ألف دولار وهذا السعر الكبير للدواء يعد مشكلة لا يستطيعه أغلب الشعوب في العالم إلا إذا كان هذا العلاج يصرف عن طريق المستشفيات الحكومية في علاج مرضى السرطان أعاذنا الله وإياكم منه لأن جشع شركات الأدوية ليس له حدود فمن للضعفاء والفقراء والمساكين إلا الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون